مجددا واكرام من اكرام من مجددا لسه قدس الاياب والابن الراحة قدس الايان وكلان ظهر الدهور امين كلام جميل اللي قاله دكتور مارك وافتكرا ان احنا كلنا فهمنا اغلب الموضوع مش ولادنا بس يعني فانا مش هطول عليكم خمس دقايق بس عشان حابب اقول بعض التنبيهات في الكنيسة فقولي السلام وانتوا طيبين واحنا النهاردة بنتكلم عن ميلاد المسيح ورحلة الهروب الى مصر ودي دايما بتبقى في الحد لبعد العيد ففي المزمور بيقول اعلن الرب خلاصه خدام الامم وكشف عدله لهم ذكر رحمته ليعقوب وحقه لبيت اسرائيل والمزمور ده هو اشار على كل الكون وكل الخليق من الامم لليهود لشعب بني اسرائيل وتكلم عن انه الرب اعلن خلاصه خلاصه اللي هو في ميلاد السيد المسيح له المجد اللي هو اتكلم عنه الانبياء وقالوا ويأتي مشتهى كل الامم ويأتي مشتهى كل الامم يعني فرحة ورجاء كل انسان موجود على الارض يمكن احنا نتخيل انه رحلة السيد المسيح الى ارض مصر مجرد رحلة اهو نزل هرب علشان ينجو من القتل وفي الوقت المناسب رجع لكن ما كانتش كده وبس فيها معاني كثيرة جدا وفيها انه هو من الصغر من اول مجه على الارض جاي يجري على كل انسان وزي ما بيقول اجتذب الي كل احد يعني عايز كل واحد فيقول اعلن خلاصه للامم مش بس بني اسرائيل اللي كانوا منتظرين الخلاص حتى الامم كانت منتظرة وده اللي احنا بنقول منطقنا العدل الالهي لقل واحد فينا يفكر انه ربنا اختار شعب بني اسرائيل ورفض باقي الامم ولكن الله اعلن خلاصه لكل الامم وخلوا بالكم فترة تديم بني اسرائيل او وجودهم مع الله ما كانتش كبيرة جدا هي كلها 1500 سنة من عمر الارض لكن من البداية ربنا للكل يمكن بني اسرائيل هم اللي قبلوه في الاول هم اللي امنوا وعرفوا طريق الخلاص من البداية لكن الله للجميع واجي علشان الكل عشان كده في اول شيء في ميلاده استقبل المجوس اللي هم جايين من بلاد فارس علشان يقدموا هداياهم وسجدوا للاله وبالتالي هم اعلنوا انه المسيح هو المخلص او مشتهى كل الامم اللي جاي من اجل خلاص كل انسان وسجدوا ورجعوا لبلادهم علشان يبشروا بالسيد المسيح وبلاد فارس نالها نصيب كبير من المسيحية او في وقت من الوقات يمكن كانت كلها مسيحية في نفس الوقت بعد زيارة المجوس يظهر الملاك في حلم اليوسف يقول له خد الصبي وامه اذهب الارض مصر يروح في ارض مصر نلاقي رحلة اتكلمت عنها السنة اللي فاتت كلها معجزات وكلها عمل خلاصي يمكن واحد يقول لك هو مش رح يهرب ويداره لأ ده رح يشتغل رح يعلن الخلاص للامم رح يجتزب اليه كل احد حتى انه في قصة شهيرة بتحكي عن اول شهيد في المسيحية في مصر يقول له واحد كان اسمه ودمون وده يقوله في رحلة المسيح اللي صحبتها الاف من المعجزات الاف من المعجزات منها من كان لجيله ومنها من بقى حتى الان لغاية النهارده بنشوف معجزات عملتها العدرة والمسيح في رحلتهم الى ارض مصر قلتلكم السنة اللي فاتت عن العين الحمرة اللي هي فواد النطرون اللي بتطلع مية صلحة في وسط بركة كلها كبريت وغير عن البير بقر مريم اللي شربت منه وغير عن شجرة مريم وغير عن المكان المدينة اللي فيها لغاية النهارده يقوله الخبز ما بيخمرش لكن كمان ناس كتير كانت بتآمن بالصبي منهم ودمون ده يقولوا انه سمع عن المسيح وازاي انه طفل صغير ولكنه ابرع جمالا من بني البشر وذهب من انا وفضل ماشي وقلنا احنا عارفين انه العدرة مريم استقرت ست شهور وعشرة ايام في دير المحرق ودي يا الدير المحرق يقال انه هو المحطة الاخيرة او قبل الاخيرة يعني يقولوا مشيت لغاية جبل درونكا وبدأت ترجع لكن معروف انها قعدت عشر ايام مع ست شهور في الدير المحرق فيقولوا ذهب وشاف السيد المسيح فوجده بالفعل ابرع جمالا من بني البشر واغلن ايمانه بالمسيح الطفل او الاله المتجسد بعد ما السيد المسيح قال له يا ودمون انت جيت من اماكن بعيدة علشان تشوفني وانا هوعدك انه بيتك هيكون كنيسة على اسمي واسم امي وبالفعل يقولوا لما روح ودمون وعرفوا اهل المدينة انه راح مشور طويل علشان خاطر المسيح الطفل قاموا عليه وضربوه واستشهد في ايديهم وبيته فيما بعد تحول لكنيسة على ايد ماري مرقص والكنيسة باسم العدرة يذكر فيها اسم المسيح واسم العدرة مريم وايات ومعجزات كثيرة جدا تبعت الرحلة ولكن في هذه الرحلة المسيح بيقول انا جاي خلاص اعلن الرب اعلن الرب الخلاصه قدام الامم وكشف عدله لهم عدله لقال يقول الامم انه المسيح ده بتاع اليهود قال لهم لا مش بتاع اليهود انا بتاع كل الشعوب انا بتاع كل انسان يؤمن وكل من يؤمن ينال الحياة الابدية نسأل الهنا الصالح ان يبارك في حياتنا له كل مجد واكرام في كنيسته من الان وكل اون وظهر الدهور امين